بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة مكملين مع بعض البيم في رومورك الجزء الخاص بالماكرو ادوبشن موديل اللي هو خاص بتبني البيم في الدولة او في القطاع الصناعة او في المجال العمارة او على مستوى مثلا مدينة مثلا او على مستوى دول كثيرة كاسة دولة هنقارن بينهم فالنهاردة دولة هنشوف اللي هو الديفيوشن دايناميكس لو انا عايز اقانب بين الدول فعايز اعرف حركة البيم معمولة ازاي في كزا موديل عشان نعمل ماكرو ادوبشن موديل هشرحنا او نموذك الديفيوشن اريا مناطق الانتشار والماتيورتي كومبوننت شفنا الاجزاء المكونة او اللي هتساعد في تبني البيم دولة نتكلم على الديفيوشن دايناميك اللي هو حركة البيم باللاقي ان احنا عندنا الحكومة موجودة هي فوق وعند تحت الشركات الصغيرة اول حركة بالنسبة لي اللي هي الطوب داوين اللي هي من فوق لتحت ان الجافر المنت بتبدأ تجبر الشركات او بتشجع الشركات انها تشغل فهي بتكلم طبعا مع الشركات الكبيرة والشركات الكبيرة بتجبر الشركات الصغيرة اللي عايز تعمل معها انها تتمنى البيم يعني لو جلنام بص كده ممكن الجافر المنت تجبر الشركات ازاي اولا ان هي ممكن تقول اه بشان قدم اي خدمات لكهربا ولا مية ولا صرف الا ازا المشروع اتعمل بيم لان البيم بيوفر في الموارد اللي همستهلكها والموارد دي بيشتبع ان احنا دي تتبع اللاجئة اللي جاية فلازم نحافظ عليها ما نفعش ان احنا نستهلكها واللرج ارجنزيشن ممكن تضغط على الشركات اللي تحتها او المنظمات اللي تحتها الصغيرة اللي عايز تعمل معي لازم يتعامل معي بطريق البيم او ممكن الجافر المنت تشجع الموضوع تقول اخواننا فيه امتيازات او تقول اخواننا اللي هشغل براحته بس اللي هيتعامل معي اللي ياخد مشاريع من الحكومة مثلا مدينة او او ممنح حكومي لازم يكون بيم يعني فيه دول خلته اكباري زي مثلا بريطانيا زي سنافورة زي بلديد دبي فيه دول كثيرا في اوروبا فيه كطاعات في استراليا طبعا الامريكا ما نفعش بقى اكباري بس هما خلوا فيه نوع من انواع التشجيع او انواع الواعي او انواع التوعية بالموضوع دوت ففيه عند حركة طوب داوين ان الحكومة بتبدأ تدورها الشركات التحت فيه نوع تاني بس بطيء اللي هو البوتم اوب ان الشركات صغره بتبدأ تشغل في الموضوع دوت وبتبدأ تلفت الانتباه فتبدأ تشغل بها المنظمات الكبيرة فيبدأ الحكومة تنتبه الموضوع وتبدأ تتبنيه بس دا بياخد وقت التويل قوي لما يكون مجامل حكومة لما تفرق قرار مثلا ان مثلا الفين وعشرين ما فيش حد هيعمل مبنى غير لو بيم خلاص دا بقى اكباري وكل شركات هتبدأ تدور ازاي تشغل بيمها. بيعمل برضو حاجه تانية اسمها ميدل قوت ان كل واحد بيضغط على الجنبيه او نادرول بنوع من الانواع التقليد يعن الحكومات مع نفسها مثلا دوباية عملتها في قطرة تقولك طب شمعنا احنا توب تعالن نعملها الكويت تقولك شمعنا احنا تعالن نعملها. فتبدأ الحكومات ميدل قوت وكذلك المنظمات الكبيرة ميدل قوت كل منظمة بتبدأ تغيير من اللي جنبيها تبدأ تدغط على تبدأ تحاول تقلدها وتحاول تعمل كذا والشركات صغيرة برضو نفس الفكرة بنا عندي تلات حركات أسيين في حركة من أسفل لأعلى وحركة من أعلى لأسفل وحركة مع يعني نقدر نقول أفقية كل شركة أو كل منظمة أو كل حكومة بتبدأ تشوف اللي جنبيها إيه لو هي بدأت خطت الخطوة تبدأ تتبنى الفكرة دي دي نموزج ونبدأ لبص كده عند مثلا الحكومة بتبدأ تعمل داون على تحتها وفي عندي هورزينتل اللي جنبيها وعند سواء الحكومة أو سواء المنظمات الكبيرة أو سواء المنظمات الصغيرة والبطم أب في الشركات الصغيرة بتبدأ تشتغل فبيبقى في انتل اللي فوقيه يتل اللي فوقيه لحد ما الموضوع يبدأ يسمع ويبدأ ينسك والله تبدأ تشغل